جبهة البحر الأحمر المتوترة لا تهدأ فيها أمواج الهجمات المتوالية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية المبحرة عبر باب المندب هجمات باتت تتكرر بشكل شبه يومي رغم الإجراءات الأمريكية العسكرية التي لم تفلح حتى الآن في تخفيف وطأة الهجمات في الموازاة كشف مسؤولان أمريكيان لرويترز بأن الجيش نفذ اليوم ضربة جديدة استهدفت أربع منصات صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن وذلك بعد وقت قصير من تعرض سفينة شحن ترفع على مالطة لهجوم صاروخي أثناء عبورها في جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميل بحري إلى شمال غرب ميناء الصليف في اليمن ووفق وكالة أمري البريطانية للأمن البحري فإن السفن المملوكة لليونان زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر لكنها غيرت مصارها بعد الاستهداف موسيقى ترجمة نانسي قنقر هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضبط أسلحة إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن وعشرت القيادة المركزية إلى أن الأسلحة ضبطت في 11 يناير الجاري أثناء تفتيش مركب كان ينقل أسلحة متقدمة من إيران للحوثيين لدعم مخزونها العسكري الذي تستخدمه كجزء من حملة الهجمات المستمرة على سفن الشحن التجاري الدولي وأشار بيان القيادة المركزية إلى أن المضبطات شملت مكونات لصواريخ باليستية إيرانية الصنع وصواريخ كروز بما في ذلك أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية للصواريخ الحوثية إضافة إلى صواريخ كروز مضاد للسفن وقطع مرتبطة بالدفاع الجوي وفق البيان فإن نتائج التحقيق الأولية أشارت إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر وأكدت القيادة المركزية على أن عملية مصادرة الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين هي الأولى منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر من العام الماضي اشتركوا في القناة كبير في هذا الملف خصوصا في هذا الضغط العسكري الذي يمكن أن يعطي دلالات كثيرة في هذا الوقت إلى جانب التحركات الأمريكية هناك مساعي أوروبية لحماية مصالح الاتحاد المهددة بسبب الهجمات على خطوط التجارة في البحر الأحمر تبلوماسيون أوروبيون قالوا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي ضمن نقاشات تجريها اللجنة السياسية الأمنية للاتحاد وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصى التاسع عشر من فبراير على أن تبدأ العمل بعدها بشكل سريع وأشار مرسل الحدث إلى أن القضية الرئيسية المطروحة الآن تتعلق بطبيعة قواعد الاشتباك وإن كان سيتم تعديل مهمة إجنور الموجودة أصلا لحماية الملاحة عبر مضيق هرمز عبر دمج القطع الحربية البحرية الفرنسية والإيطالية والأسطول إجنور في موازات الحراك العسكري ما زالت الدوائر الأوروبية تستبعد الآن إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب الأوروبية هذا وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال منتدى دافوس على ضرورة أن تكون الأولوية لخفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها وأعرب وزير الخارجية السعودي عن قلقه من تصاعد التوتر في البحر الأحمر قلقونا جدا حيال الأمن الإقليمي بشكل عام والملاحة في البحر الأحمر وهذا شيء نؤثر على الجميع نعتقد أن الأولوية خفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها نعمل على تحقيق ذلك وجزء منه يكمن في التعامل مع المعنيين إذن سنفتح هذا النقاش على جوانب ثلاثة سنبدأ الحقيقة من وجهة النظر اليمنية ثم معنا وجهة النظر الأوروبية ووجهة النظر الأمريكية من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري الدكتور عبد الحفيظ أهلا بيك ومعي من بروكسل أيضا أنريكي سبيتو الخبير في شؤوننا الأوروبية أهلا بيك سيد أنريكو من واشنطن ميك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سأبدأ من بروكسل ونبدأ من القاهرة نأخذ وجهة النظر اليمنية في البداية دكتور عبد الحفيظ في اعتقادك كيف يمكن أن نحول هذا الضغط العسكري إلى ضغط سياسي قد ينتج بوصول بشكل أو بآخر لتوافق يمني يمني نعم مساء الخير عليكم مساء الخير في الواقع أن هذا الظرف هو ظرف استثنائي وضرف معقد لأن كل هذه التطورات العسكرية جاءت في لحظة اقتربة فيها اليمنيون مما أسمي أو أطلق عليه بخارطة الطريق وكان الجميع على وشك أن يتجاوزوا العتبة الأولى في طريق السلام إلى السلام اليمني مع الأسف كما ترى الوضع في البحر الأحمر تسارعت فيه الأحداث وأصبح الوضع متأزما أكثر فأكثر ومن الواضح أن السبب الرئيسي في الموضوع هو النهج الذي اختطته الحوثيون في نحو الممرات البحرية وممرات التجارة الدولية تحت غطاء أحداث غزة وركبوا على هذه الموجة لكي ينفذوا كما نتصور نحن بحسب تفسيرنا أجندة إيرانية لخلط الأوراق في المنطقة خلط الأوراق في العراق وفي غزة وفي البحر الأحمر وفي جنوب لبنان إذن جبهة البحر الأحمر إلا جزء من الجبهات الأخرى التي حركتها إيران بحسب أجندتها لتقويضها في المنطقة لكن الخطورة في البحر الأحمر أكبر بكثير لكن دكتور عبد الحفيظ أنا أسأل الحقيقة على المجلس الرئاسي اليمني الآن أن يكون له موقف بمعنى أنت أمام مطالبة مثلا بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أن تستغل فرصة هذا الضغط الدولي على الحوثيين وتبدأ تقدم قائمة مطالب مثلا يعني كيف يمكن صحيح ممكن يكون في حرج من قبل مجلس الرئاسة لكن هذا هو التوقيت السليم لأن تمارس ضغطا نلعب سياسة يعني نلعب يتمارسون ضغطا سياسيا في إطار تخليص الأزمة برمتها طبعا المجلس الرئاسي له قراءة للموقف عبر عنها في بيان صدر عنه وهذا البيان يرى في الموضوع أولا يؤكد مجلس الرئاسة وقوفه المبدأ مع القضية الفلسطينية التي لا مواربة فيها وهو يدين الأفعال الحوثية في البحر الأحمر التي ترتقي إلى مرتبة القرصنة وإعاقة الملاحة الدولية وتهديد الأمن الدولي والإقليمي والمجلس الرئاسة يراهن على السلام وعلى خارطة الطريق على تمفيذ خارطة الطريق في الوقت الذي كان الجميع يعول على البدء في هذه الخارطة انطلق الحوثيون في معركتهم الجديدة التي دائما دائما ما يخترع معاركهم في كل مرحلة تقترب من السلام فوجدوا في البحر مرتعا جديدا لممارساتهم ونسفوا وعاقوا كل هذه الآمان التي كان الجميع يراهن عليها وخاصة الحكومة الشرعية طبعا الآن الأوراق اختلطت كثيرا من الذي سيضغط على الحوثيين إذا كانت الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتحالفهم هم ضغطوا هم يمارسون ضغطا عسكريا لكن لم ينتج ضغطا سياسيا هذا هو الفرق طيب نروح لبروكسل أنريكي سيربيتو الخبير في شؤوني الأوروبية سيد أنريكو التحاد الأوروبي يكون قوة أو مهمة تبدأ في التسعة التاسع عشر من الشهر القادم لكن في قوة بالفعل موجودة الأمريكيون شكلوها الشهر الماضي والأوروبيون مشتركين في هذه القوة ما الفرق بين القوتين أو المهمتين وكيف يمكن التنسيق بينهم في العمل على سبيل المثال الأوروبي ليس أقوية بما فيه الكفاية فنحن اكتشفنا بسبب الحرب في أوكرانيا أن قوتنا العسكرية محدودة وبناء عليه فإن السؤال الذي يطرح في الوقت الراهن يتعلق بالتشكيل قوة بحرية ونشرها في البحر الأحمر لكن ليس كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها ما يكفي من الموارد العسكرية لتشكيل هذه القوة البحرية المناقشات لا تزال جارية بهذا الصدد لكننا أدركنا أيضا أنه إذا ما في أي شكل من الأشكال إذا ما فاز دونالد تراب مرة ثانية بالرئاسة الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون في موقف منعزل ليس في البحر الأحمر فقط وبالتالي هذه القوة البحرية ستكون امتحالا للإرادة الأوروبية للقيام بدور في أزمة من هذا القبيل وطبعا هذا سيكون أمرا سلبي للغاية بالنسبة لإقتصادات الأوروبية لأنه جزءا كبيرا من الحركة التجارية الأوروبية تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس وبالتالي فإن مواقف البلدان في العضا في الاتحاد الأوروبي قد تكون مختلفة لكن في نهاية المطاف فأعتقد أننا سنكون بحاجة لي يكون لدينا تفكير معمق بشأن الدور العسكري الذي يمكن لنا أن نقوم به في أماكن مثل البحر الأحمر في الوقت الراهن إلى واشنطن ميك ميلروي هنا سؤال حقيقة الضربات بدأت بأمريكا وبريطانيا ثم الآن الاتحاد الأوروبي يشكل مهمة وقوة في البحر الأحمر وهنا السؤال كيف ينظر الأمريكيون إلى هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي ولما لم يندمج أصلا ومعظمهم موجودين أصلا في المهمة التي شكلها الأمريكيون في الشهر الماضي أنا سعيد أن أضم إليك وإلى بقية المشاركين في المقابل أنا لا تحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية ولكن كمحلل أعتقد أن الخطوة الأوروبية تم ترحبها من قبل الألوية المتحدة والتحالف الذي أطلق عليها حارس الازدهار هناك بعض التساؤلات تتوثيرت حول تشكيل هذه القوة أو هذا التحالف المختلف ولكن كعداء في حلف الأطلس يمكن أن نمسق أعمالنا وبكل صراحة نحتاج للمزيد من الموارد البحرية في البحر الأحمر لأنه في الوقت الراهن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما من يقومان بالجزء الأكبر من العمل نيابة عن الجميع وهناك الكثير من الحركة التجارية العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر حوالي 13% وهذا أمر مهم والبلدان في العالم تركز على هذه المنطقة إضافة إلى البنطقة المحيطين الهندي والحادي وعلينا أن نتصدى للحوثيين وتقويض قدرتهم لتنفيذ الهجمات وليبقى على هذه الممرات البحرية مفتوحة لمصلحة التجارة العالمية دكتور عبد الحفيظ النهاري إلى أي حد يمكن تكثيف حملة دبلوماسية بمعنى كان هناك اتفاق لستوك هولم وفشل فشل فشل ذريع والأمم المتحدة المجتمع الدولي دائما كنا نسمع اليمنيين يكيلون الاتهامات للمجتمع الدولي أنه مقصر في دعم الحكومة الشرعية وغيره الآن هناك هذا الضغط العسكري الكبير البعض يطرح فكرة التكثيف الدبلوماسي يعني أن تجد وزير الخارجية اليمنية تجول في العواصم الأوروبية مستغل فرصة الضغط العسكري لتحريك القضية مرة أخرى وهذا لم يحدث نعم في الواقع أنه مثلا أولا الضغط الموجود على الحوثيين حاليا العسكري ليس من أجل السلام في اليمن وإنما من أجل حماية التجارة الدولية والمصالح الدولية بشكل عام في مقدمتها المصالح الأمريكية والبريطانية ومن ثم الأوروبية ولكن الولايات المتحدة مثلا تقول فيما يتعلق بالسلام في اليمن إننا لا نريد أننا لا تحبذ تصعيد الموقف العسكري في اليمن من أجل أن تترك فرصة للسلام لكي يتحقق السلام في اليمن ولكي تمضي خارطة الطريق قدما هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الخطتها للدفاع في البحر الأحمر هي خطة كما أعلنتها خطة دفاعية خطة دفاعية تستجيب لمصادر النيران والتهديدات فقط وليست خطة للهجوم على الحوثيين أو للقضاء عليهم أو للقضاء على ترسانتهم ولعل هذا ما رأيناه عمليا في الأيام الماضية بالطبع كان يعني يفترض أو ينتظر الآن أن المبعوث الدولي يعني مبعوث الدولي للأمم المتحدة يفترض أن يتحرك باعتباره راعي للسلام وهو حامل خارطة الطريق أن يتحرك بشكل مختلف والحكومة الشرعية أيضا يجدر بها أن تتحرك بشكل مختلف ولكن يبدو أن التصاعد العسكري في البحر الأحمر جعل الجميع يتردد أو ينتظر ماذا سيحدث ولا أقصد الحكومة الشرعية بل المجتمع الإقليمي أيضا والدولي بما فيها الخليج العربي السعودية دول الخليج العربي وعلى الأسياء السعودية التي رأت أنها قد قدمت ما يمكن أن تقدمه بشأن خارطة الطريق وهي تنتظر أيضا تطورات الأحداث مثل بقية الأطراف طيب إلى بروكسل أنريكي سربيتو مرة أخرى الخبير في شؤون الأوروبية أسألك هنا ما فائدة هذه الحملة في البحر الأحمر طالما أنا أسأل لماذا أسأل لأن شركة شيل مثلا البريطانية تعلن قبل قليل تعليق مرورها في البحر الأحمر شركة أخرى بريتش بوتروليوم بتعلن أيضا تعليق مرورها في البحر الأحمر طالما أن هذه الحملة التي تقودها بريطانيا وأمريكا وقوة أوروبية تشكل حتى الآن لم تحقق الأمن في البحر الأحمر ما زال الحوثيون يعلنون أنهم سيوقفوا ويؤثروا عن ملاحة في سفينة يونانية قبل قليل تعرضت لهجوم طيب هنا سؤال الجدوى ما الفائدة من كل هذه الحملة العسكرية طالما أن الموضوع ما زال كما كان سابقا وأسوأ الواقع أن كل حملة عسكرية هي عبارة عن مسعى الهدف من ورائه هو محاولة العودة إلى الوضع طبيعي للملاحة الدولية في هذه المنطقة من العالم ولكن بطبيعة الحال ليس ثمة الكثير من الإنجازات التي يمكن أن تتحقق والتي يمكن أن تضمن إحلال السلام في المنطقة لأن ذلك يتوقف بالأساس على تطورات الوضاع في غزة فما يقوم به الحوثيون هو عبارة عن ردة فعل لما جرى في قطاع غزة وبطبيعة الحال الحوثيون يتصرفون بدافع من إيران التي هي مهتمة أيضا بالاستقرار وبالتالي فيمكن لنا أن نعمد إلى ربما توفير بعض الهدوء لكن جذور المشكلة تدل قائمة لأنها موجودة فقط خلال اليمن ولكن في الإقليم أيضا لذلك أعتقد أنه يمكن تحقيق بعض الحلول المواقة إذا ما تم استخدام ربما قوة أكبر ضد الحوثيين ولكن المؤسف هو أن هناك جذور لهذه المشكلة والتي ربما سوف تظهر قائمة وسوف تظهر في أزمات أخرى لأن الأمر ليس متصل مباشرة بالملاحة البحرية فالوضع في اليمن يرتبط بمكونات خارجية حقيقة ميك ميلروي هنا السؤال حقيقة اليوم قارب أسلحة يتم ضبطه إيران كانت تهرب أسلحة إلى الحوثيين وتم ضبط هذا القارب مليء بأسلحة حديثة وبالتالي المعركة مع إيران ولا مع الحوثيين هنا السؤال لما لا يدير الأمريكيون والبريطانيون معركتهم بشكل مباشر مع إيران ويعلنوا ذلك لأنهم يتفاوضون دبلوباسيا مع إيران تحت الطاولة وفي نفس الوقت يعلنون حربا مسلحة على فرع أو ذراع من الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة وهم الحوثيون نعم أعتقد أن الحوثيين أعلنوا الحرب على الولايات المتحدة وليس العكس فهم هجموا سفينة عسكرية وهذا يعني إعلان حرب وأعتقد أن لا يمكن للولايات المتحدة أن تمنع هذه الأسلحة من دخول لليامن لا يمكن ربما مهازمتها وهذا سيكون جزءا لا يتجزى من الخطة العسكرية إذا رغبنا في ذلك من نجل حدي من المخاطر التي تواجهها الملاحة البحرية في المنطقة ولكن كما قل سيكون هناك الكثير من الأسئلة المرتبطة بتصدي لإيران طبعا هذا يعني توسيع رقعة الحرب وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة ولكن قد نصل إلى مرحلة كما شاهدنا بالأمس من خلال مهاجمة قنصلية في أردي الانتلاق من إيران وهذا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وأعتقد الولايات المتحدة لا ترغى في ذلك ولكن بتأكيد سندافع عن أنفسنا وهذا يعني أننا نرد على الهجمات التي تسهدفنا وفي الوقت الراهنية مناقشة ربما هذا الأمر في الولايات المتحدة ووزارة الدفاع والبيت الأبيض متى يجب أن نرد مباشرة ونضرب إيران لأن إيران تختفي وراء وكلائها ولكن لم ترغب في أن تقوم ضالع مباشرة ولكن هي تدفع الأمور إلى درجة يمكن أن تصبح فيها المواجهة المباشرة أمر لا مفر منه دكتور عبد الحفيظ هنا السؤال يعني كيف يمكن أن يتم تحديد أنا أتحدث هنا عن الشرعية أن تحدد الشرعية موقفا في إطار هل هذه ضربات لليمن أم ضربات للحوثيين في اليمن وبالتالي فكرة إزالة الحرج السياسي يعني قد يكون المجلس الرئاس يريد أن يقول قول لكنه محرج حتى لا يسوق أحد بأنه يقف مع القوات الأجنبية في ضرب اليمن كيف يمكن الخروج من هذا المأضق بتحديد المصطلحات هي ضربات للحوثيين ولا ضربات لليمن كدولة حسب ما صدر من المجلس الرئاسي ومن الحكومة فإن التفسير لما يحدث طبعا هناك إدانة وعدم رغبة عدم رغبة لأن تعرض اليمن لما تعرضناه لكن الجميع يحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة إذا ما يحدث لأن الحوثيين هم الذين استعدوا واستدعوا العالم وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا والمصالح العالمية استدعوها لمثل هذا الاستنفار ولعسكرة البحر الأحمر والحكومة الشرعية ومجلس القيادة ينظر إلى هذا إلى ما يفعله الحوثيون ويعتبره تمفيذا لأجندة إيرانية تخلط الأوراق وتعيق بسار السلام في اليمن وبالتالي فإن ما يحدث وما سيحدث تتحمل مسؤوليته المليشيا الحوثية الإنقلابية كاملا باعتبار أنها هي السبب في استعداء الشعب اليمني وفي استعداء الإقليم وفي استعداء العالم وهي ما تزال تصر على إدخال اليمن في مثل هذه المشكلات الكبرى وفي حروب وصراعات ليست من أوياتها اليمن الشرعي ظل يحمي البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لعقود منذ ثولة 26 سبتمبر عام 62 حتى الانقلاب لم يحدث لم تحدث فوضى مثل هذه ولم يتهدد الأمن في البحر الأحمر بعد الانقلاب أصبح اليمن في مأزق بسبب الميليشيا الانقلابية التي تهدد الأمن السلم الوطني والإقليمي والعالمي ومن ذلك التجارة الدولية وسلم التجارة الدولية وبالتالي الهوسيون فقط يتحملون المسؤولية الكاملة وعما حماية المصالح الدولية وحماية التجارة الدولية والمياه الدولية فهذا طبيعي أن يبحث العالم عن طرق لحماية هذا الممر الدولي الهام إلى واشنطن ميك ميلروي هنا سؤال ميك ميلروي فيما يتعلق ببقاء هذه القوات هنا في منطقة شرق الأوسط البعض يتحدث عن عسكرة البحر الأحمر لفترة طويلة يعني هذه القوات العسكرية التي دخلت البحر الأحمر من أمريكا أو من غيرها ستبقى طويلا والبعض يقول مهمة سريعة وتنقضي وبالتالي ما هو توقعك لفكرة بقاء هذه القوات العسكرية في البحر الأحمر هناك عاملان بالنسبة لأي موارد عسكرية فهو يمكن نشرها لفترة من الزمن ثم يتم سحبها ويتم منح فترة راحة للجنود هذا الجانب الأول الجانب الثاني الأمر يعود لتحالف للوئة المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهم لتحديد مدة بقاء هذه القوات وليس الحوثيين فلولا الحوثيين لما تم نشر هذه القوات وهذه المعدات العسكرية في المنطقة وإذا رأينا هناك حرية ملاحة فهذا سوف يقلس القوات وما يقوم به الحوثيون فإن ذلك يؤثر على اليمن وعلى التجارة الدولية وهذا استمرت هجمات الحوثيين سنواصل الدفاع عن المصالح حين إذن الأمر يعود للحوثيين لا أراهم يرغبون في تراجع ولكن لا سؤدي إذا كان لهم الموارد الكافية لمواصلة الهجمات التي سيكون لها ضرر كبير بالنسبة لليمن بشكل مستمر نعم بشكرك ميكي ميلروي من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق العوسط وأيضا من القاهرة الدكتور عبد الحفيظ النهاري وأنريكي سيربيتو من بروكسل شكرا جزيلا لضيوف الكرام موسيقى موسيقى شكرا